بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 بارت 5 بنتكلم على التفاصيل بتاعة حديد التسليح الموجودة في السلابس فبنقول الاريا ستيل بير فيت بتساوي الاريا بتاعة البار مضروبة في 12 انش اللي هو عرض الشريحة اللي عندي اللي هو الواحد فيت على البار سبيسنج ان انشز دي الاريا ستيل ريكويرد الماكسيموم سبيسنج اوب سا بارس اس ماكس اللي هو الماكسيموم سبيسنج بيساوي اللي سمولر اوف القيمة الصغرى من 3 تيل سلابسكنس او 18 انش واللاحظ ان احنا لازم نعمل تشيك على الكراك كنترول امبورتانت فور اكستيريار اكسبوزر الارجر كافر دايمينشن ده اكوردنج تو ال اي سي اي سيكشن عشرة بوينت ستة بوينت اربعة نكمل مع بعض في الماكسيموم الماكسيموم رينفورسمنت ريكويرمنت اللاحظ في البلاطات اللي هي السن بيحصل فيها شرينكيج والشرينكيج دا بيبقى اكبر من حالة الكاميرات العميقة علشان كده لازم استخدم استيل لمقاومة التمبراتشور والشرينكيج والستيل دا is provided perpendicular to الكراكس اللي عندي to restrain الكراكس barrel to span والفلكشور الاستيل restrain the crack perpendicular to span الكلام دا معناه ايه ان انا لو عندي دا البلاطة وده المومنت اللي عليها ادي الحديد المطلوب عشان يقاوم المومنت اللي احنا شايفينه طيب الحديد دا بيقاوم الكراكس اللي هي عمودية على الاسبان نكمل مع بعض نسبة تسليح الدنيا او الاريا ستيل مينمم بتساوي ايه بتساوي point zero zero two مضروبة في اتناشر انش في تي اتناشر انش ديت المقصود بيها اللي هي الستريب اللي شغالين عليها او point zero zero one eight في اتناشر انش في تي وتي دا لسلاب سيكنس نستخدم المعادلة ديت لما يبقى الاف واي بتساوي اربعين او خمسين كي اس اي وبنستخدم المعادلة التانية لما يبقى الاف واي بتساوي ستين كي اس اي هنا بتساوي zero zero one eight في ستين على اف واي في اتناشر انش في التي دا امتى لما يبقى الاف واي اكبر من او يساوي ستين كي اس اي وفي نفس الوقت يبقى اكبر من او يساوي point zero zero one four في اتناشر انش في التي يبقى ادية القيم الدنيا للاريا ستيل او الاريا ستيل منيموم عند الكيسز المختلفة نتكلم على اللي هو الشرينكيش رينفورسمينت بربنديكولار توسبان اكبرنج تول اي ساي سيكشن سبعة بوينت اتناشر بنقول الاس ماكسمم هي اللي سمولر الخمسة تي او تمنتاشر انش اللاحز انا خمسة تي اللي هو برا للتو سبان وخلاص عرفنا ان كلمة فليكش رينفورسمينت يبقى موازي للسبان وعمودي على الكريكس عمودي على اتجاه الكريكس بنقول الاريا ستي مينيمم بتساوي الاريا ستي مينيمم للتنشن ستي الاريا ستي ماكسمم بتساوي خمسة وسبعين من مية الاريا ستي في حالة البالانس ب diffور الارى ستي اللي بيحصل عنده ان الحديد بيوصل لليلد والخرصانة بتوصل لمرحلة الانهيار